اشتركوا في القناة منتجات ابل واللي ممكن انها تدفن او تقلل من الاعلان ون بلس 9 ولكن عكس المرة الماضية شركة ون بلس ما رح تغير موعد الاعلان وصممت انه يكون في يوم 23 مارس واتوقع ان شركة ون بلس رح تسوي لنا اثارة في يوم الاعلان والفضل يرجع للتعاون الكبير مع شركة هازوبلاد في كاميرات ون بلس 9 برو واللي نعرف عن شركة ون بلس من خلال اجهزتها السنوات الماضية ان الشركة تعرف كيف تفوز على الورق من الناحية المواصفات لكن قسم الكاميرا في الشركة يعتبر من احد الاقسام اللي تشكل تحدي كبير الوان بلس تغير الكثير في ون بلس بسبب مشاكل التصوير والكاميرات اللي مع الاختبار تبين انها اقل وممتاز رغم ان المواصفات على الورق قوية حتى مع تغير الاسعار وارتفاعها ما قدمت الشركة اي تحسن او جودة مقابل السعر تشفع لها واليوم الكاميرا هي من اساسيات الاجهزة القوية اللي تستحق كل ريال يندفع فيها وهذا المرة ون بلس تبحث عن التغيير بداية من ون بلس ناين برو واللي اعلنت الشركة من خلالها عن شراكة طويلة لمدة ثلاث سنوات مع اشهر الشركات المتخصصة في مجال الكاميرات هازل بلاد ودفعت اكثر من 150 مليون دولار حتى تحسن من قدرات التصوير في اجهزة ون بلس القادمة وشفنا بعض الصور اللي تسربت لجهاز ون بلس ناين اللي كان فيه شعار شركة هازل بلاد بجانب الكاميرات وبالمناسبة اعلن الرئيس التنفيذي لشركة ون بلس انهم راح يستخدمون مستشعر سوني اي ماكس 789 اللي صنعه خصيصا وبيكون حصرية للشركة وما راح تشوفه في اي جهاز ثاني من شركة منافسة وبيدعم المستشعر تسجيل الفيديو بدقة 4K بسرعة 120 اطار في الثانية بالاضافة الى ان هازل بلاد ساعدت ون بلس في اعادة ضبط الالوان وتقول الشركة ان ون بلس ناين برو التصوير فيه راح يعطي الوان حقيقية بفضل معايير الالوان الطبيعية مع هازل بلاد وايضا يقدر الجهاز يصور صور رو اللي من الناحية النظرية يقدر فيها اي مصور محترف يسوي تعديلات احترافية على الصور والالوان واللي شاف الصور اللي تصورت بكاميرا ون بلس ناين برو فعلا ان الشراكة مع هازل بلاد اعطت بعض المصداقية الى ان جهود ون بلس في تحسين اداء الكاميرا حرفيا مميز لكن الشيء الوحيد اللي خلينا غير متأكدين حتى الان هي ان هذه الصور صورها مصورين محترفين وما في اي معلومات عن المعدات اللي استخدموها لتصوير هذه الصور واتوقعنا لازم ننتظر حتى الاعلان الرسمي وتجربة الجهاز ونعرف بعدها فعلا هل الشراكة مع هازل بلاد كانت مميزة او انها فقد مجرد تسويق للجهاز وفي بعض التسريبات حول الوان جهاز ون بلاس ناين برو واللي راح يتوفر بثلاث الوان الاسود والفضي والاخضر وراح يكون الجهاز العادي من ون بلاس ناين باللون البنفسجي والازرق والاسود الشكل من الامام ما فيه جديد نفس ون بلاس ايت اللي تم اصداره في السنة اللي فاتت وعلى عكس شركة سامسونج وشركة ابل جهاز ون بلاس بيكون فيه شاحن مرفق داخل الصندوق ومو اي شاحن راح يكون شاحن جبار بقوة 65 واط وهذا يعطينا انطباع جيد عن الشركة وانها ما تخلت عن الشاحن مثل الشركات الثانية واللي بدأت تقلد شركة ابل في التخلي عن رأس الشاحن وكنت اتمنى لو ركزت ون بلاس على زيادة سعة البطارية فبالنسبة ال 4500 ميلي امبير هي اقل سعة ممكن تنافس فيها ولكن بحسب بعض الاخبار ان الشاشة من نوع التي بي او اختصار اللي لو تمبرتشر بولي كريستالين اوكسايد وهي تقنية خاصة طورتها شركة ابل لشاشات الاوليد وهي نفسها موجودة ايضا في جالكسي اس 21 الترا واللي تتمتع بالحفاظ على البطارية وهذا يعني ان الجهاز لازم يكون افضل من وان بلس 8 برو من ناحية البطارية اكتبولي رأيكم في التعليقات عن الجهاز وعن التسريبات اللي شفتوها ولا تنسوا اللايك والاشتراك واذا حبيت تخلي احد يستفيد شاركوا الفيديو معاه اشوفكم في الفيديو القادم مع السلامة اشتركوا في القناة